أنا بيستغرب من الناس صراحة اللي بيحكولك عن عيشة العزبية إنها مش ميحة لا يا زلم لا يا زلم انت بكفي في أحلم الوعد إنه يصحى ماتا ما بده يصحى لحاله انت بتخيل إنك تعمل فنجان قهوتك لحال آه يعني أنا أشأتجيب أولاد عمتي يقعدوا ما يعملوا فنجان قهو يعني وين المشكلة إنه أعمله أنا زي ما بدي لبسي زي ما بدي بنام في هواعي الشغل باصحى في هواعي المالبركة فمين قال لك عيشة العزبية مش كويس ليش أتجيب ناس عليك أولاد وليش أصحى مثلا أنا على صوت غسالة بتمشي فيما الغسالات بتمشي ومرتك لحديتها ولأفها بتعرف فيما ما الغسال بيكون كثير نكاد والأرض مي وأحلى إشي سلوما تصحى تصحى صوت أولادك الصباح تصحى بنص الليل على ابنك بيدي بتيروح يا على الحمام لا لا مش حلو إذا أنا بدي روح على الحمام أصحى بدايك كيف إبني يعني تخيل أنت نايم ترجيمها يطلع بالآخر أنه تاخده على الحمام والدنيا برد وتدعس في البلاط لأنه فيش تتفى أنت نخيل لأنه هي ليه الفراغات اللي بين السجاد هاي اللي لأنه في أيام بالليل أنت ما بتقدر تخدها دعسة واحدة ومرات بتكون الفراغ بعيد هاي لازمها خطوة في النص فمتخيل أنت حامل ابنك وتدعس على البلاط وبرد وأشياء وتوقع ويوقع الولد وتصحى عمرتك ودمرت الولد تيجي وتسأل وتجوزوا شو عرفت جيزة هاي؟ رأفت بوجه فيها كتقول إسمع تنمي بشرية عرفت هاي؟ تهلفي أشياء حلقية جيزة أنت بتفكر شغلات في بالك ما أنه مرة تترجوص لك في مت يا أنا على أغنية بنت العلال لا استقرار وبيحكيها في صورة مبحوح ما اللي لازم يطلع بعدها صدى وبدو يدمع عرفت استقرار رار رار أنت كمان خف علينا ياللي كل يوم البلد كنت أنت عادو جوازو عليه ختم واحد لا عجبة استقرار خلص ببلد واحد بلد واحد أقصي بالله عمره ما بارف إنه بفتشوا في المطار وإنت لين؟ ببلد تقعد حالك شغلك أنا شغل يا إنت صار لك تفتح مشاريع تلاتين سنة يعني إنت ما ظل حدا من إخوانك اللي ديانت منه عشان فاستقرار مين يا فما يعني بصراعة ما في أحلم نعيش العزبية ما تحكي ليش استقرار